سينا بآخر فقرة لليوم بتحمل كتير من التفاصيل للشباب تفاصيل بتحكي عن واقع التعليم الإلكتروني والعمل عن بعض للشباب في سوريا وأكيد الفرص الحقيقية الواعدة اللي ممكن يوفرها لحتى نحكي عن هالموضوع بالتفصيل معنا الدكتور يوسف الفروي مدير تنفيذي في مؤسسة تنموية صباح الخير دكتور صباح خير أهلا وسهلا فيكم والسعادة المشاهدين سعاد صباحك دكتور يعني خبرنا اليوم التعليم الإلكتروني لصيات العمل والنهوض بسوريا الحديثة ودائما التجديد على الأتمة وإدخال النظم الإلكتروني على كل المجالات طبعا بسوريا اليوم الثقافة أدي بحاجة لهذا الشي وخبرنا عن الكلف اللي ممكن تكون موجودة وإمكانية إيطاحتها للتعليم بسوريا الآن التعليم الإلكتروني بسوريا الملفت أنه بدأ من أوائل الدول العربية اللي تجرأت وعملت منظومة التعليم الإلكتروني وعملت يعني كان بالجامعة الأفتراضية تجربة خير مثال يعني هي جامعة حكومية سورية عمرها تجاء يعني رح يوصل للعقدين أو أكتر حتى من التعليم الإلكتروني طبعا الكلف يعني لفتة كتير مهمة سؤالك أنه فعلا الكلف تكاد تكون يعني شبه مجانية يعني جامعة كتير معتمدة إلى كتير قوة إلى كتير حضور بالعالم و بنفس الوقت هي من أرخص الأشياء يعني هلأ أنا بقول دائما للشباب والصبايا يعني بالجو أحيانا يعني يكون سلبي المشحونين فيه بسبب الظرف اللي عم نعيش فيه طب أنت إدامك فرصة تعلوم شبه مجانية بجامعات كتير قوية يعني الجامعة الأفتراضية سورية مثلا ما بتمنعك عن أنك تكمل عملك شو ما كان عملك لأنك بالنهاية غير محكوم لا بالمكان ولا بالزمان أنت أدران ضمن قيدي المكان والزمان تضلع تتعلم تضلع تأنتج علمياً وتخصصات مهمة ونوعية يعني في أكتر من عشر تخصصات لدرجة الماجستير لدرجة بكالوريوس بتصور جاوزوا 30 تخصص طبعاً وفيه دكتوراه وفيه هلأ مجموعة تخصصات الجديدة بالدكتوراه عم تفتتة احتباعاً ففعلاً البجال المفتوح طبعاً هلأ الشقة الثانية للتعليم الإلكتروني أنني أنا في سوريا عفاق التعليم الإلكتروني ليس محددة فقط بجامعة سورية يعني مثلاً نحن بمؤسسة تقدم تعليم الإلكتروني لناس حتى خارج سوريا يعني فالأولى أنه يعني أهل البلد يتعرفوا على هذه المنظومة يعني الناس الموجودين بباقي المحافظات السورية طب في بعض الدورات التدريبية مالا موجودة غير بديمشق كيف أنا ممكن أحضرها؟ أحضرها عبر منصات تعليم الإلكتروني إلى اعتماديتها يعني أحياناً منقول أنه عندنا طلاب من كافة أنحاء الوطن العربي وببعض المحافظات السورية لسه بتلاقي فيه تردد لا التعليم الإلكتروني صار أنا برأي أكتر من مهم لسبب أنه فعلاً هو ما بيعمل أي انقطاع بينك وبين سوق العمال أنت قدران من اللحظة اللي بتبلش فيها جامعة تكون مبلش بالسوق العمال أنا هون كنت أسألك دكتور أنه اليوم مع هذا التطور الكبير اللي عم بصير بكل أنحاء العالم واللي أكيد سوريا إلا حصة منه قد يمهم التعليم الإلكتروني بهذا التطور الموجود بسوريا إذا بنا نقول من حيث إعادة الأعمار من حيث دعم الشباب من حيث فرص العمل من حيث الشهادات الجرامعية من كل النواحي هلأ مثلاً رجع الحديث عن موضوع انعاش المناطق الصناعية بسوريا طيب الكوادر موجودة بالمناطق الصناعية سواء بدأ تعليم مهني أو تعليم أكاديمي هاي موجودة بأماكن لا يتوفر فيها جامعات أو جامعات قريبة أو طبيعة العمال بتخلي هاي الكوادر يعني مستنفرة لصالح العملية الإنتاجية لكن بالنهاية كله عنده لابتوب واتصال الإنترنت صار السواب الأعظم وعلى الموبايل صار متاح لأنك ماجمت سيستمي مثلاً بتطيح المؤسسة عنا فيك تفتحه من أي بلاتفون فيك تفتحه من ويندوز من موبايل بصرف النظر شو نوع موبايلك أنت قدران تتعلم كذلك الأمر بالنسبة لالشيء اللي بتطيحه الجامعات الحكومية السورية اللي عم تقدم خدمة تعليم الكتروني طبعاً يضاف إلى ذلك مثل ما لنا في جزء منيح من الطلاب السوريين انتبهوا على فكرة أنه فيه تضيق علينا كسوريين ما عم يخلونا نطلع بس أنا أدران أتعلم أونلاين يعني أدران أتأخذ شهادة من بريطانيا باعتمادية عالية جداً وأنا هون شهادة إلى أكريديتيشن إلى قبول بره يعني أنا إذا بطلع فيها هذا الشيء اللي بيخوف ممكن زينب أغلب الشباب أنه هي الشهادة هل هي معترفة مثل ما منقول هل هي مقبولة هل هي ممكن نلاقي فيها فرص عمل حقيقية في حال شخص درس عن بعض مثل ما منقول وتعلم بيقدر يشتغل بهي الشهادة والله هو فرصة العمل الحقيقية دائماً بتجي للمؤهل بشكل حقيقي يعني الناجح هو يصنع الفرصة أما الفرصة ما بتعمل ناجح الناجحين لحال الأعمال بتدور عليهم يعني سواء الاستثمار بيدور عليهم كأعلامي المحطات بتدور عليه إلى ما هناك يعني فالشغل الأساسي لازم يكون الآن بالنسبة للاعتماديتها فيه list of accreditation اللي هي القائمة العالمية للاعتماد الجامعات أنا أي جامعة بدي أتعلم فيها بكل بساطة بشيك على هاي الجامعة هل هي ضمن هاي اللائحة بسأل عن الاعتماديات اللي عندها هاي الجامعة تصنيف هاي الجامعة قبولها العالمي فهذا أمر بسيط ما عد أمر صعب يعني أمر على الانترنت بلحظات فيك تتأكد من تاريخ وسمعة ومصداقية واعتمادية هذه الشهادة وهذه الجامعة نعم نعم طب خبرنا اليوم دكتور اليوم التعليم بسوريا كنظام الكتروني شو بين أصول يكون كامل وسهل وبعيدا عن الروتين للطالب والله شكرا على السؤال أول شي هلأ قائمين على العملية التعليمية بالتعليم الأفتراضي يعني فعلا هنه بحالة نضال يعني سواء كمؤسسات خاصة أو كمؤسسات قطاع عام لسببين أنه عم بسطدم دائما برأي سلبي مسبق عن الموضوع علما أنه أهم جامعات العالم يعني جامعة ميشيغن باللوات المتحدة الأمركية اللي إلى تصنيف على العالم بعد هارفورد مباشرة هي صار التعليم الكتروني يعني أكسفورد حول جزء كبير من مناهجه ومن تخصصاته لأونلاين بالكامل بالكامل يعني أنا عم بدرس بأكسفورد سلت أونلاين لو كنت ببريطانيا اللي عم بيواجه أحيانا في بعض الناس اللي عند دائما تشككوك اللي عنده للأسف طبعا هؤلاء هؤلاء موجودين بالجو اللي عم بدرس بأكاديمي أنه لا أخي الشهادة العلمة أنه الآن التعليم الكتروني فيه مخابر افتراضية يعني أنا فيني أعمل كثير من التجارب اللي ممكن تنعمل بالفيزياء بالمدارس صرت أدران أعمل أونلاين أعمل على سيموليترز محاكيات صرت أدران يعني موضوع التشريح لطلاب الطب مثلا هذا أكتر شيء كان أنه صعب صارت فيه الآن شيء الكتروني بخليك كأنك عم بتفوت بجسم الإنسان يعني هاي أمثلة فقط لتبيان وين وصل التعليم الإلكتروني شو الإمكانيات البين إيديه للتعليم الإلكتروني صارت العملية من أليفة إلى ياء من تسجيل الطالب لدفعه لوظائفه لأمتحاناته بالكامل عم بتتم عن بعد يعني أضف إلى ذلك أنه بعض التخصصات بتيحة التعليم الأفتراضي غالي ما بتروح أكتر لأن تكون تأهيل وتخصص يعني تأهيلية يعني زيادة تأهيل أو تنكين الإنسان في تخصص ما أكتر ما تروح باتجاه الشيء البحثي الأكاديمي هون اللي عم نواجهه بسوريا مشكلة الدكتوراه التنفيذية إنه لحد الآن في عم بيكون بعض البعراقي للإدارية باستصدار علما إنه بكثير من دول المنطقة بلشوا يتجاوزوا هذا الموضوع طبعا العمل قائم وجاري يعني بالجامعة وبكثير من المعنيين على إنه يتم تجاوز هذا الموضوع لكن بكلمة بقول لا التعليم الافتراضي بسوريا بخير بالمنصات الخاصة وبالمنصات العامة حجم الشيء المتاح ونوعيته تجاه سعره كثير كثير النوعية عالية مقابل السعر وحتى النوعية مقارنة بكثير من الجامعات الموجودة بالمنطقة وبالعالم بما يخص التعليم الافتراضي هي نوعية عالية لكن بده دائما التعليم الافتراضي بده همي والتزام شخصي أكثر من التعليم التقليدي يعني دكتور يوسف فينا نقول هناك ممكن سلبيات ممكن أنت تشوفها بهذا التعليم أو لا أنت راضي بشكل كامل عن هذا التعليم ونتاجه ما بصير نرضى بشكل كامل مهما كانت النتائج تبعه لكن من حيث إدارة العملية التعليمية ما عندي ملاحظات بحسة جوهرية لكن صناع القرار بالعملية التعليمية كلما آمنوا أكثر بهذا التحول بالعالم باتجاه التعليم الإلكتروني كلما تعزز دور التعليم الإلكتروني عندنا يعني مثلاً في تخصوصات لسه ما تم افتتاحها بالجامعة الأفتراضية مثلاً نتمنى يتم افتتاحها المفروض يتم افتتاحها هلأ المفاضلة قريبة جداً ودائماً بيتم الحديث على أنه هاي الماجستير رح يفتح هلأ بعد لسه ما فتحوا لسه رح يعملوا لنا يا ماجستير بيخص الإعلام الكوادر البشرية والكوادر التقنية والإمكانية التقنية موجودة وكلفتها قليلة جداً لكن بدها فعلاً مجهود إداري يوفق بين هاي العوامل ليعمل إخراج لصورة جميلة بالتعليم الإفتراضي في سوريا نعم دكتور يعني اليوم قدي نظام الإلكتروني والتطور الإلكتروني طبعاً إلهم دور كبيرة بالنهضة بسوريا بالمرحلة المقبلة الداعم تلمس اليوم تطور سنة عن سنة بالنظام التعليمي الإلكتروني هل هناك تطور أو في ركوت شيئاً ما بهذا الشيء؟ يعني هلأ مثلاً على سبيل المثال هي التعليم الإلكتروني يعني إحنا بلد منتج شعب منتج يعني عادة هلأ عادة العملية الإنتاجية لأنه ما يمكن إنتاجه بسوريا يمكن إنتاجه بسبب الهمة ووفرة الخيرات بتكاليف أقل من الخارج جزء من المنتجات اللي ممكن نحنا نصدرها للخارج هو قبول الطلاب بتعليم الإلكتروني يعني مثلاً مؤسسة التنمية عندها طلاب خارج سوريا عدد منيح يعني في كتير ناس عم تجي لعنة عم تطلب تعليم ودورات إذا بدأت تعمل بره بدولة رح تحط كلف هائلة حتى قياساً بمداخل بره هون عم تعمل بمنصة سورية مع أسادز سوريين بتقانات سورية بمعرفة سورية بجهد سوري بفز كتير رخيصة بكلف كتير رخيصة بنوعية عالية هذا الموضوع هو سبب دخل هو سبب خير بيدخل على البلد يعني قطع بيدخل على البلد هاي واحدة اثنين موضوع العمل الإلكتروني وليس فقط التعليم هذا نوع من العمل الإلكتروني لأنه هاي المنصة عم نشغلها نحنا وعم نديرها نحنا بجهودنا وعم نعلم الناس بره من خلاله طيب البعض الآخر أنه فيه كتير من التخصصات مثل هندسة المعلوماتية التخصصات البرمجية يعني عنا نجيوش من المبرمجين بسوريا بيقدر هاي يشتغل أونلاين يعني بيكون هون وبيشتغل أونلاين كتير موضوع الشغل أونلاين طبعا مترجمين بيقدروا يشتغلوا أونلاين يعني كتير من مقدمين الخدمات والاستشارية هلا عم بيكونوا أدرانين يقدموا خدمة أونلاين يعني هو عم بيشتغل بمن الأراضي السورية عم بيطلع منترج من هون لبرة يعني هو شكل من أشكال التصدير واللي رأسماله كتير بسيط ورأسماله فكري بشري فقط يعني ما في رأسمال مادي ومتقوله جيّد كمان بالنسبة للشباب طبعا متقوله جيّد للبلد والشباب وعادة الشباب شكرا إليك الشباب عادة بيشتغلوا بهذا القطاع بتلاقي أنه استطاعوا أحيانا بعدد ساعات عمل أقل أو بجهد أقل يوفروا مداخيل أعلى وحياة أفضل لا تنشجعوا هنا تكلمة أهمة أنه نحنا اليوم كتير من الشباب يمكن عم يدوروا على أكتر من فرصة عمل فلما بيكون التعليم العمل الإلكتروني موجود بالإضافة لعمله ممكن يكون الأساسي فهذا الشيء بيعطي ممكن مدخول جيد وبيحقق له فرص العمل اللي هو عم يبحث عنه بدون ما ينزل ويدور ومواصلات ووقت أطول يمكن طبعا حتى بيخليه جزء من الانترناشنال بزنس انفايرمنت يعني هو بيصير جزء من بيئة العمل العالمية يعني أنا بنهاي لما بيشتغل أونلاين عم بيشتغل مع ناص من الهند مع ناص من الصين مع خبراء ألمان لما بكسر هذا الحاجز وبيبليش فوت أنا فتت على شركة دولية وأنا بيبيتي وأنا بيبيتي وأنا بالكافي أنا عم بمشوار وأنا قدران تابع عمالي تابع التزاماتي ويكون حتى في هامش للشيء لبداعي أكبر لأنه أحيانا القيد والروتين بنفس المكان العمل بنفس الوجوه بنفس بنفس حيانا بيعمل هيك نوع من جمود أما لما أنت بتكون حاضر دائما مع بيئة متجددة ومتنوعة سواء أونلاين أو لأنه أونلاين عم بتحلك تظل حر بحركتك يعني أنا اليوم بيشتغل بدمشق وبكرة بكمل شغلي بحلب عن صديق بعده بيكون بحمس فكرة جميلة وممتعة هلو تصر الوقت والجهد مثل ما قال الدكتور يعني نشكرك على كل المعلومات أهلا وسهلا وأكيد بسوريا عنا الخبرات وعنا القدرة كمان لدعم خلينا نقول النظام الإلكتروني التعليمي بسوريا إنه هو أساس كل يمكن المجالات الأخرى نشكرك كثير شكرا لأيكم كل الشكر إليك طبطوري كريمي أهلا وسهلا